وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تبت وتركت أغاني وتركت صحبة سيئة وتركت تخان وقرف ومخدرات وتركت هذه الذنوب والمعاصي وعملت الصالحات وكان جزاء هذه التوبة الجنة تكفيك ولا ما تكفيك طيب إش اللي أردك إنت يا صاحب الذنوب والمعاصي يذوقك الله لهم والغم بسبب الذنوب والمعاصي هذا يسميه الله في القرآن إيش العذاب الأدنى ليش الله يذوقك العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر عشان ترجع ليش الله يجعل كذا عصيته وإذا بعدت عنه يجي في قلبك هم وغم هذا يسمونه يسميه الله في القرآن العذاب الأدنى ليه اسمع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قلنا إذا تبت أول ثمر لك وأول هدية من الله لك يا من تريد التوبة إيش الجنة ما تكفي بس جنة لا زي ما قلنا في أول المحاضرة حتعيش متعة متعة في الدنيا قبل الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى طيب أنا ذا الحين جنة ومتاع حسن لسه أنا ذا الحين جنة عظيمة أنا بتوب خلاص أبتغير بس بقيني مشكلة البلاوي اللي سويتها المعاصي اللي عصيتها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات شيخ يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء ويعفو عن السيئات جالس معك على جنابه ويعفو عن السيئات نكسل حشيش في جيبي ويعفو عن السيئات زنا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لا إله إلا الله ويعفو عن السيئات